هادي النبتة اللي غادي نتكلمو عليها اليوم اللي اسميتها البروكولي البروكولي الاصل ديلها كان اولا هاد الخضراء الخضراء هاد النوع من الخضروات الخضراء هادي كان الاصل ديلها معروف ايطاليا وفي ايطاليا كانوا هما يسموها بروكو بمعنى تسمى نبتة ومن بعد زادوا زادوا لها واحد السوفيكس اللي اسمه بروكولو ومن بعد بروكولو بحلقة تقول نبتة واحدة ومن بعد اسموها بروكولي اللي كتعنيه مجموعة عادية النبتة دونك هاد البروكولي نابات اللي اصله ايطالي ومن بعد جات واحد واحد المرأة مرأة فرنسية اللي كان كان كانت وجه معروف في سمته في القرن 16 وهي اللي كانت اسميتها كاترين دو ميديسيس هاد كاترين هي اللي كانت دخلات البروكولي الفرنسا واللات كتداول بواحد شكل كبير غالبا في الشرق ديل الفرنسا بعد عاد واللات كتدخل للسمته الغرب ديل الفرنسا واللات كت واللات معروفة في فرنسا كاملة وحنا دخلت لنا بعد هاد المعرفة ديلها او نيفو ديل فرنسا المغربة معرفو اللي اسمتو البروكولي حتى انت يعني اتخدت بوحد شكل يعني اولات اجتماعي بزاف عند الفرنسيين ودخلات لعندنا المعروف على اساس ان هاد هاد الماء النبتة هادي يعني مهم جدا كما كي قولو الانسان هادك جاي المكونات والعناصر المكونات ديلها شنو هي هاد العناصر المكونات ديلها كان اولا ما يسمى بلي ماكرو نتخيمة المكرو نتخيمة هما البروتينات والسكريات والدهون لما تلقى بانا كل مية جرام ديل ديل بروكولي تقدر تعطينا جوز فاصلة واحد جرام ديل للبروتين واحد فاصلة واحد جرام في المياه وفيها الدهون بالنسبة هي قليلة صفر وفاصلة ثمانية وسبعين آآ غرام في الكيلو ولجمعتي هادو كيعطينا سعرات حرارية شيئا ما ضعيفة ما بين ثلاثة وعشرين حتى التسعود وعشرين كيلو كالوري وهنا هاد المكونات ديل الثلاثة وعشرين تلتسعود وعشرين كيلو كالوري غا تخلينا من بعد في الوقت اللي غا نجاول الفوائد غا تخلينا نفكروا فلإمكاني وهي استعمال استعمال ديلها بالعملية ديل تخسيس عهو مام ثم كان المواد التانية اللي كتعدم المهمة في الجسم ديل الجسم ديل الإنسان. وهما الفيتامينات. ما هي الأنواع ديل فيتامينات اللي كان في frightening في الفيتامينات اللي قال على كان فيتامينت اه. رايو؟ وكان فيها الفيتامين سي. الجاد يقدر للقناة حتى الال���بعة وعشرين ميلي جرام في المية جرام ديال بروكولي. وكان الفيتامين بناف. وما ادراك من الفيتامين بناف. كتوصل حتى تقريبا خمسة وسبعين ميلي جرام في المية جرام ديال بروكولي. وكان مشو كذلك هناك فيتامينات اخرى اللي غدي نتكلم عنهم في القيت اللي غنجو الفوائد. ميهدو بحل اللي كيشكلو واحد نسبة عالية في المكونات القائمة ديال مكونات الغدائية والعناس الغدائية اللي كي هناك في بروكولي. كان كذلك الأملاح المعدينية. وهض الاملاح المعدينية. عندنا البوتاسيوم والفوسفور والمنيزيوم. وتقريبا. فيها مية وخمسة وعشرين ميلي جرام. الناس اللي عندهم نقص في البروكولي غدي يعطيهم الحاجيات وزيادة من من البوتاسيوم اللي كانوا يعانيون نقص في هذه المادات هذة. ولكنناس اللي عندهم مشاكل ديال الكلاوي. هادوك يقول الكودي بأنه إفورة تنسيون لأن البوتاسيوم كثير فيها. ما بين الأملح معدنية أخرى هي الفوسفور. والفوسفور كذلك موجود بواحد نسبة كبيرة اللي هي ما بين واحد وخمسين حتى الخمسة وخمسين ميلي جرام في المئة جرام ديال البروكولي. وعاد عندنا المانيزوم وما أدرك المانيزوم في الحياة اليومية ديالإنسان فيها تقريبا ما بين حداشتا الخمسة الميلي جرام في المئة جرام ديال البروكولي. كنا نرجعوا للمكونات الدقيقة عندنا اليود والسيلينيوم. زيان. واليود راحنا كنعرفوا الفوائد ديالو على الاسمته الغدة الدرقية وما إلى غير ذلك. ثم السيلينيوم في 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 الداكرة والسيلينيوم في الرفع ديال مستوى المنعة. وما إذا هاده هما المكونات الإجمالية اللي كينا في 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 البروكولي. فغير من خلال المكونات. من بعد غال نتخلينا نعرجو على أشنو هي الفوائد اللي ممكن نستنتجوها ونستفدو منها من خلال هاد العناصر المغضية وشنو هي كيما كيقولوا لزام باك ديالها على الصحة للإنسان. حلا شونا معاك على الأقل أشنو هما المكونات تلقينا أغيب أن البروكولي أو الأنطر الأخضرية. يعني مني كانت كانت تكلمت على الفيتامين سي انها فيها واحد نسبة الفيتامين سي وحن الفيتامين سي كانوا نسفد لأوين الأخيرة فريمو كنا نحن نحن على إيمادة غدائية سيغطي للقناعات طبيعية ناخدها باش أنها ترفع لنا المناع في نسبة مهمة أو نسبة لا بأس بها أو خاصوا يتخدم عشي حواج غيرين أولا أخذت البروكولي مية كرام دي البروكولي مية كرام دي الليمون نفس المقياس اللي كان في الليمون كان في البروكولي مزيئا مزيئا كما كي يقولو ما بين هاو ما بين الحواميد اخشرتو ما بين هاو بين البروكولي وص كمية في المية كرام في المية كرام كان في المية كرام دي البروكولي